السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشأ قصة الاستماع في منزلي فراشة من الموضوع الأول الكوكب الذي نعيش عليه من المحور الثاني العالم من حولنا الاهتمام بعالمنا من منهج اللغة العربية الجديد للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم الكل الجديد والضغط على زر الإعجاب قصة في منزلي فراشة هنقرأ مع بعض القصة في فصل الربيع ذهبت هنا إلى جدها في الريف وأثناء تجولها بين الحقول والأشجار رأت فراشة جميلة ألوانها جزابة فوقفت وهي منبهرة بجمالها لتلتقط صورا لها عندما لاحظ الجد اهتمامها بالفراشات أعطاها دودة القز أعطاها دودة قز هدية ووضعها في صندوق مصنوع من الكرتون وبغطائه بعض الصقوب وأوصاها بإطعامها وأوصاها بإطعامها ورقة توتي فرحت هنا كثيرا بهدية جدها وعند عودتها إلى بيتها سألت والدتها قائلة لقد أحببت هذه الدودة ولكن يا أمي كيف أهتم بها ردت أمها بالفعل عليك أن تهتمي بها بمراعاتها وإتاحة الظروف الملائمة لتحافظ عليها وستتعجبين يا هنى مما سيحدث لها بعد أيام بدأت الدودة في نزج شرنقة من خيوط الحريري حول نفسها وهو ما أصار اهتمام هنى فسألت أمها ما الذي يحدث للدودة يا أمي قالت الأم تنسج الدودة هذه الشرنقة حول نفسها وعليك يا هنى أن تستمر في مراقبتها داخل الصندوق بعد مرور أسبوعين وجدت هنى الشرنقة بها صقب صغير وفراشة تطير في الصندوق فصاحت يا أمي يا أمي انظري ماذا حدث للشرنقة لقد خرجت منها فراشة قالت الأم نعم يا هنى فإن هذه الدودة تسمى دودة القز وتستخدم هذه الشرنقة في صناعة الحريري وتبيض هذه الفراشة بيضا ليفقس ويخرج منه دودة مرة أخرى وهذه هي دورة حياة دودة القز أنشوف مع بعض معاني الكلمات قاموس الأضواء الكلمة ومعناها تجول معناها سير جزابة معناها جميلة الصقوب معناها الفتحات الضيقة مراعاة معناها الحفاظ علم الملائمة المناسبة آصارة معناها حركة لفتة مراقبتها رؤيتها الكلمة مضادها ذهبت مضادها عادت جزابة مضادها بشعة قبيحة فرحت مضادها حزنت بعد مضادها قبل تستمر مضادها تنقطع داخل مضادها خارج صغير مضادها كبير حياة مضادها موت المفرد وجمع فراشة جمعها فراشات فصل جمعها فصول جد جمعها أجداد جدود الريف جمعها الأرياف دودة جمعها دود شرنقة جمعها شرانق صندوق جمعها صناديق حياة جمعها حيوات صناعة جمعها صناعات بعد كده نشوف الجمع مفرد الحقول مفردها الحقل ألوان مفردها لون صور مفردها صورة الصقوب مفردها الصقب ورق مفردها ورقة الظروف مفردها الظرف خيوطا خيوط مفردها خيط أضواء على في منزل فراشة أول حاجة نشوف مع بعض عناصر القصة الشخصيات هنا والجد والأم المكان حقول الريف والبيت الزمان في فصل الربيع طب هي أحداث البداية أحداث البداية أحداث البداية أول حاجة في أحداث البداية ذهبت هنا إلى جدها في الريف بعد كده انبهرت هنا بجمال الفراشة فوقفت لتلتقط صورا لها أعطى الجد هنا دودة قز هدية أحداث الوسط والمشكلة انشغال هنا بالدودة وما يحدث لها وتهيئة الظروف الملائمة لها لتحافظ عليها طب أحداث النهاية أو الحل نسجت الدودة شرنقة من خيوط الحرير حول نفسها مما أصار اهتمام هنا وجدت هنا الشرنقة بها صقب صغير وفراشة تطير في الصندوق عرفت هنا دورة حياة دودة القز واستخدام شرنقتها في صناعة الحرير ما نتعلمهم من القصة معرفة دورة حياة دودة القز أهمية البحث والتأمل معرفة أن لكل كائن حي دور وأهمية ثم نشوف عناصر القصة في سؤال وجواب أول سؤال معنا بيقول لك متى ذهبت هنا إلى جدها في الريف في فصل الربيع ماذا لاحظ الجد لاحظ اهتمام هنا بالفراشات ماذا أعطى الجد لهنا أعطاها دودة قز هدية لماذا كان غطاء الصندوق الكارتوني به صقوب حتى يدخل الهواء داخل الصندوق لتتنفس الدودة كيف نهتم بكائن حي عن طريق إتاحة الظروف الملائمة له من مكان معيشة وطعام وهواء نظيف ما دورة حياة دودة القز أول حاجة تنسج دودة القز شرنقة حريرية حول نفسها ثم تخرج فراشة من هذه الشرنقة وبعد ذلك تبيض الفراشة بيضا ليفقص ويخرج منه دودة مرة أخرى وبكذا يكونوا وصلنا معكم لنهاية الدرس النهار دا أرجو يكونوا استفدتم معنا الدرس القادم عن حل تدريبات الأضواء تضرب على قصة في بيتنا فراشة من كتاب الأضواء فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة